السلام عليكم ورحمة الله لقد حققت الحضارة الغربية مستوى مذهلا من التطور العلمي أثر على كل مناح العمران والحياة إذ يؤكد علماء التاريخ أن المئتي سنة الماضية اختلفت علميا جذريا عن الأربعة آلاف التي سبقتها وفي الخمسين سنة الماضية فاقت تطور العلمي ما تحقق في مئتي سنة ماضية وفي العشرين سنة تسارعت التطورات العلمية بشكل لا محدود بفضل الانترنات والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطداعي حتى بات الإنسان يفكر في محددات أخلاقية وقانونية تؤطر هذا التطور المذهل حتى لا يدمر نفسه بنفسه إننا حينما ننظر إلى هذا التطور الباهر للعلوم والاكتشافات في مختلف المجالات والفرق الحضاري الهائل بيننا وبين هذه المستوى الخرافية يصيبنا الإحباط ويتهيأ لنا بأن اللحاق الحضاري مستحيل والأفضل لنا أن نقنع بالمنتجات الحضارية وأن نندمج في الحضارة التي أنشأتها ولكن الأمر ليس هكذا ولله الحمد فثمت فرق بين الأمم التي تشتري المنتجات التي تسهل لها الحياة وتتمتع بها فحسب كما هو حالنا والأمم التي تشتري المنتجات فتتنعم بها ولكن تهيئ لها كذلك الموارد البشرية التي تشغلها وتفككها وتحاكيها وربما تصنع أفضل منها كما كان حال اليابان مع المنتجات الأمريكية الأوروبية ثم الصين التي لحقت اليابان بعد فرق أربعين سنة تقريبا واليوم الصين والغرب كفارة صيريها ثم ها نحن أولاء بعد الصين واليابان العديد من الدول ومنها في بلادنا الإسلامية كتركيا وإيران وأندونيسيا وماليزيا وباكستان قد دخلت عالم التكنولوجيا والصناعات الحديثة بل باتت تصنع سلاحها سألت ذات يوم الدكتور مهاتير كيف صنعت نهضة ماليزيا وكنا واقفين لا يسمح الوقت بإجابة طويلة فأجابني جوابا مختصرا قائلا عزمت على أن أجعل المهندس الماليزي قادرا على العمل بكفاءة في مصنع بالمعايير اليابانية فاللحاق بالحضارة الغربية لا يكون إذن من خلال تكديس منتجاتها ولكن بالركوب في قطارها عن طريق الإنسان الذي يكون في مستوها العلمي ويستطيع أن يركب من أي محطة من محطتها إن الأمريكيين والصوفيت لم يهزموا الألمان في الحرب العالمية الثانية لأنهم تفوقوا علميا لم يكونوا أبدا في المستوى التكنولوجي الذي كانت عليه ألمانيا آنذاك ولكن لأن المنظومة الفلسفية والإنسانية والاجتماعية الألمانية كانت متطرفة وعنصرية تحتقر الإنسان ولم تجعل حدا لأطماعها وجرائمها ومما ساهم في اللحاق بها استضافة علمائها في مخابر أمريكا والتحاد السوفيتي وكذلك حين سبق الاتحاد السوفيتي لولايات المتحدة الأمريكية في علوم الفضاء وبلوغ سطح القمر استينات أرجع الرئيس الأمريكي جون كينيدي ذلك إلى تراجع المستوى التعليمي في بلاده وحينما انتهت الحرب الباردة بهزيمة الشيوعية في بداية التسعينيات لم يكن ذلك بسبب ضعف تطورها العلمي والتكنولوجي وإنما بسبب فلسفتها المصادمة للفطرة ومنظومتها الاجتماعية والإدارية المتكلسة ثم إنه رغم استمرار التفوق الغربي تحت القيادة الأمريكية في الجوانب العلمية والاقتصادية والعسكرية فإن المعطيات التي بين أيدينا في العقد الأخير تدل بأن الريادة ستكون في هذه المجالات للصين في وقت غير بعيد بالنظر لتفوق هذا البلد في مؤشرات النمو التي تسجلها في براءات الاختراع والصناع والتجارة وغير ذلك وقد بدأت تدبعها دول أخرى بهذا الصدد خاصة في العالم الشرقي ومن المفيد أن نعلم بأن تسع العشر من الباحثين في مخابر بعض الدول الغربية هم من شرق وجنوب الكرة الأرضية وإذا التفتنا إلى أسباب هذا الفطور الغربي لوجدناه في تفوق الشغف الحضاري لدى الإنسان الأمريكي والأوروبي بسبب انهيار المنظومة الأخلاقية إلى الحد الذي صارت فيه الإباحية والنزاعات الشاذة تحمى وتشجع بالقانون مما أدى إلى نهاية الأسرة وإزهاق الروح الاجتماعية كما أدى هيجان الغريزة وانكسار ضوابط الفلسفة الفردانية وفشو الحياة المادية إلى تأليه السوق وتحول الاستهلاك إلى طقوس منضبطة للديانة الجديدة وقد دفع ذلك كله إلى تحول الحضار الغربي إلى آلة فتاكة للظلم والاعتداء على الشعوب وتدمير ركائزها الثقافية لكي لا تنهض من سباتها ولا تفكر في النهوض وتلك هي إرهاصات سقوط الحضارات على قول ابن خلدون وتوينبلي وشبلينجلر وابن نبي وغيرهم إن الحضارات ميراث البشرية تورث كما تورث كل تلك وعلى هذه السنة ورثت الحضارة الإسلامية علوم وفلسفة اللونان وطوعتها وفق منظومة الفكرية والثقافية والاجتماعية الإسلامية وحين انتهت الحضارة الإسلامية ورث الغرب ميراثها وطوعه لثقافته ومنظومة الفكرية والمجتماعية المسيحية وحين كان الغرب ينقل ميراث الحضارة الإسلامية منذ عهد النهضة الكارولينجية في القرن التاسع الميلادي ثم النهضة الإيطالية فالأوروبية والإصلاح الديني ابتداء من منتصف القرن الرابع عشر لم تكن أوروبا أقوى من العالم الإسلامي بل كان الأتراك المسلمون يدكون دولهم ومدنهم دكا غير أن شيئا ما حدث آنذاك في وعيهم الاجتماعي وفي منظومتهم الإنسانية والإدارية والتعليمية بما جعلهم مؤهرين للحضارة وهكذا هو الحال اليوم لا نحتاج أن نكون أقوى من غيرنا ماديا وعلميا لنرث الحضارة الغربية ونستأنف حضارتنا الإسلامية وإنما نحتاج أن نكون متفوقين فكريا وإنسانيا واجتماعيا وإداريا وتنظيميا ولذلك يجب أن نعي بأن التحكم في العلوم الاجتماعية أهم من تحكمنا في العلوم التكنولوجية ليس لأن هذه العلوم أو تلك أو ذلك العلم أو ذاك أفضل من الآخر وإنما العلوم التكنولوجية قابلة للانتقال حينما تكون المنظومة الاجتماعية الإنسانية قوية تعبر عن ثقافة بلدها وذات رؤية حضارية لقد فهم الغرب أدوار العلوم التكنولوجية وأدوار العلوم الاجتماعية فوجه وأتباعه منذ عهد الاستعمار إلى الآن نجباء أذكياء الأمة إلى العلوم الكونية والتكنولوجية لتحويلهم إلى تقنيين في مصانعهم ومشاءاتهم الرأسمالية ولسرقة عقول كثير منهم باضطرارهم إلى الهجرة إليهم بسبب غياب البيئة العلمية في بلداننا وبسبب غياب الأفق المعيشي وخصوصا بسبب الفساد والاستبداد كما منعوا وزهدوا المتفوقين دراسيا في جامعاتنا في دراسة العلوم الاجتماعية والإنسانية لكي لا يتحول النجباء إلى مفكرين وعلماء وباحثين في هذه الاختصاصات ولكي لا نقدر على إنشاء المنظومات البنائية التي تجعل مجتمعتنا حرة بوفرة القادة الواعين وقادرة على تنظيم نفسها واستغلال مواردها مهما كانت شهيها والتي ترفع المستوات التعليمية وتنشر الفاعلية الاجتماعية التي تمكن عندئذ من الانتقال التكنولوجي بكل يسر سواء بواسطة البعثات العلمية التي يسافر أفرادها من أجل الرجوع للبلد بالعلم وليس للفرار المعيشي أو السياسي خارجه أو من خلال المنظومة التعليمية الوطنية التي تصنع الباحث صاحب براءات الاختراع التي تطور الفلاحة والصناعة والتي تخرج المهندس الذي يستطيع أن يبني ويحرك المصانع وفق المعايير الأمريكية واليابانية والصينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر